نعم قد يرى البعض الساس أنه دعونا بعيدا عن الإعلام حتى نحقق مصالحة حقيقية ويتم إنهاء هذا الملف البعض يتساءل عن غياب أمير قطر عن القمة الخليجي هذه أمير قطر لا يمثل نفسه هو يمثل شعبة كيف يمكن أن يذهب إلى قمة وشعبه تحت الحصار وبالتالي عندما يتم تصحيح الأوضاع قطر لم تغب في يوم من ما عن جميع القمام الأربعين التي حدثت رغم ما أصابها خلال العامين الماضيين وبالتالي لا بد أن تكون هناك ملامسة للمشاغل التي يتحدث عنها الشعب الخليجي يعني اليوم تحدث الأمير العام عن المنجزات نعم نحن لا ننكر أن هناك منجزات وأن هناك مكاسب لكن لماذا أيضا لا يتم الحديث عن الأخفاقات نحن لسنا منظومة مثالية لا على المستوى الأقليمي ولا على المستوى القاري أو على المستوى العالم هناك أخفاقات حدثت في هذه المنظومة لماذا لا يتم الحديث عنها